تضمنت خطة التعافي الاقتصادية التي تم الإعلان عنها قبل أيام إطلاق مشاريع استراتيجية لمواكبة متطلبات التنمية أبرزها تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعلياتها لاستقطاب استثمارات بقيمة تفوق ملياري ونصف مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023 وتضم هذه الأولوية سبعة برامج نستعرضها في سياق التقرير التالي مبادرات خطة التعافي الاقتصادي تهدف إلى تعزيز النمو الإيجابي للقطاعات الحيوية بما يعزز من دورها في رفض الاقتصاد الوطني ما يسهم في زيادة تنافسية مملكة البحرين وجذب المزيد من الاستثمارات التي يعود أثرها على الوطن والمواطنين أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فاعليتها لاستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي بحلول عام 2023 وتضم هذه الأولوية سبعة برامج وهي تطوير نظام سجلات وتسريع إصدار التصاريح والموافقات الحكومية للشركات منذ انطلاق النظام وتدشينه من سيدي صاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء الآن نحن بصدد الانتهاء من النسخة الثالثة أو ما يعرف بسجلات 3.0 وإن شاء الله أو شكنا على نهايته مع نهاية الربع الأول من العام القادم الشق الثاني هو نظام ألكتروني يتعلق بالتخطيط العمراني ونظام بنايات بالأخص وهذه بيكون بداية انطلاقة في نهاية 2021 ويتضمن أيضا تعديلات التطوير في خدمات التخطيط العمراني المقدمة للمستثمرين والمواطنين والمقيمين إضافة إلى برنامج تحديث القوانين والتشريعات لمواكبة متطلبات التنمية حيث سيتم مواصلة التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية لتحديث القوانين والتشريعات لضمان مواكبتها لمتطلبات التنمية المستدامة كما سيتم إطلاق منصة الأراضي الحكومية حيث سيتم من خلالها حصر الأراضي الحكومية المتاحة للاستثمار وتحديد الأهداف ونوع الاستثمار المطلوب لكل منها هذه المنصة طبعا بيكون فيها مثل جرد كامل لجميع الأراضي الحكومية المتاحة للاستثمار بتفاصيل الموقع وتفاصيل نوع الاستثمار المطلوب وبتكون مفتوحة للمستثمرين حيث أنهم يتقدمون بطلباتهم وطرحهم أو مزايداتهم في نظام واضح وشفاف ويسمح للكل أن يشارك فيه ويستفيد منه هذه أيضا المؤمنة إن شاء الله تكون موجودة وفعالة في منتصف عام ٢٢٢ من جانب آخر سيتم طرح إقامات دائمة للمستثمرين وأصحاب المواهب حيث سيتم طرح إقامتنا لأصحاب المواهب والمختصين بحلول الربع الأول من ٢٠٢٢ إضافة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي عبر تسهيل حركة المسافرين والبضائع التي تهدف للتوسع في توقيع الاتفاقيات الاقتصادية المتعددة ومنها اتفاقية التجارة الحرة واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار خلال العامين القادمين وأخيرا سيتم توثيق الخدمات الحكومية ووضع اتفاقية مستوى الخدمة لأكثر من ١٠٣٠ خدمة حكومية للتسهيل على المواطنين والمقيمين والمستثمرين معرفة الإجراءات الحكومية واتفاقيات مستويات الخدمة في موقع يسهل الوصول له بحلول بداية العام ٢٠٢٢٢ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر